السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرون ومتابعة قناة صحتك في معلومة الأعزاء اللهم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى إله وصحبه وسلم الفريز أو الفراولة هو موضوع حلقة اليوم إنشاء الله سوف نتعرف عليها وعن معلومات قيمة عن الفريز أو الفراولة فلو أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا باشتراك وليك وتفعيل جرس الإشعار وته يستخدم الفريز على نطاق واسع في مجال الأطعمة حيث يستخدم فيها المثلجات ومع الكريمة وصلة الفواكه والعصائر والمربى ومختلفة بيق الحلويات ومع الشكولة والمخبوزات وحتى في بعض العقائر الطبية كمنكهات وملونات لأدوية الأطفال يدعى الفريز ملك الفاكهة في البلدان الأسيوية وذلك نظرا لفائده العديد على صحة الجسم حيث يعتبر من الأطعمة الغنية بالطاقة ومن الممكن تناوله طوزج أو مجمل يعتبر الفريز من أكثر أنواع الفاكهة الصحية حيث يحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية كأنصر البوتاسيوم والمنغنيز والماغنيزيوم ونسبة عالية من الألياف وهو فيتامين جين وهو خيل من الصوديوم والكوليسترول والدهون نسبة السعرات الحرارية البسيطة نسبة السعرات الحرارية بسيطة يحتوي كوب من الفريز على 166 غروم على 54 سعرة حرارية فقط وهي واحد إلى ثلاث الكمية الموجودة في كوب من حباتي اللوزة وهي واحد إلى ثلاث الكمية الموجودة في كوب من حباتي الموزة يحتوي الفريز على مادة الأنثوسيانين التي تكسب الفريز اللون الأحمر وتحفز على حرق الدهون المخزنة تعزيز الذاكرة والوقاية من الزايمر خاصة لأيام الامتحانات لدى الطلوب حيث ثبت أن مادة الأنثوسيانين تقوي الذاكرة على المدى القريب بنسبة عشر في الماء خلال ثمانية أسابيع بالإضافة لدورها على المدى البعيدة فيها اللقاية من حالة الزايمر يحسن عملية الهضم الفريز غني بالألياف قليلة سعرات الحرارية لذلك ونظرا لغناه بالألياف فهو يعالج الإمساك بإذن الله ويعزز عملية الهضم الوقاية من الأمراض القلبية يتميز نبات الفريز بغناه بالفلافونيديد والتي تتميز بخفض خطورة الأمراض القلبية وهي التي تزود الفريز بالنكهة المميزة واللون الأحمر يعز صحة العظوم والتي تتميز بأهميتها في بناء العظوم القوية أو الصحية والوقاية منها ششة العظوم أو الكسور مضادا للتجاعدة ويقوي الشعر والأضافة تتوفر منذة البيوتينة بكمية كبيرة في الفريز وهي التي تساعد في تقوية الشعر ومنع تكسر الأضافة كما يحتوي الفريز على مضادات الأكسادة حمض الأليجيك والذي يحمل ألياف المرناء الموجودة في البشرة ويؤخر ظهور التجاعد الذي له دور أساسي في إنتاج الكولاجين ومحاربة الجزائيات الحرة ومنع تراه للبشرة والقضوع للخطوط التعبرية المبكرة إنقاص الوزن وعلاج البدينة إن مادة النتروات الموجودة في الفريزة تعزز تدفق الدم والأكسجين لإكافة تنحاء الجسم مما يحسن عملية الاستقلاب ويساعد في إنقاص الوزن يعزز صحة العين إن السبب الرئيسي لمعظم المشاكل المتعلقة بالعين ترتبط مع وجود الجزائيات الحرة أو نتيجة لنقص في المواد الغذائية يفقد الجسم المواد الغذائية الضرورية ومع تراكم الجزائيات الحرة الضرة تحدث مشاكل الرؤية مثل جفاف العين والضمور البقعية وتنقص العصب البصرية وزيارة الإلتهابات إنما ضدوط الأكسجين مثل الفلاف ندايات المركبات الكيميائية النباتية الفينولية وحمض الأيلاجيك وتساعد في تجنب المشاكل الصحية السابقة كما يفيد الفريزة في موازن الضغط العيني نظرا لغناه بمادة البوتاسيوم والتي تحافظ على الضغط ضمن النسبة الطبعية تقوية مناعة الجسم نظرا لغناه بالمركبات الفينولية ومضضات الأكسدة التي تقضي على الجزائيات الحرة وتمنع الالتهابات كالتهاب المفاصل تقوم الجزائيات الحرة الضارة بإنقاص بنيت العضليات والأنسجة وخفض كمية السوائل كما تؤدي لتجمع المواد السامة والأحمضة مثل حمضاء اليوريك في الجسم وهذه هي الأسباب الأساسية لالتهاب المفاصل يحسن داء الدماغ والجهاز العصبية بالإضافة لمضضات الأكسدة يتميز الفريزة بغناه بمدرة اليودة التي تساعده في تنظيم وظائف الدماغ والجهاز العصبية أما عنصر البوتاسيوم فهو يرتبط بتحسين الأداء المعرفي والإدراك عن طريق زيارة تدفق الدم في الدماغ فعندما تكون مستويات البوتاسيوم مرتفعة تزداد القدرة على التركيز والذاكرة لذلك يعتبر الفريز غذاء الدماغ يتميز الفريزة بغناه بمادة البوتاسيوم والمغنيزيوم وكل العنصرين يتميز بفعليته في خفض ضغط الدم البوتاسيوم موسع وعائي وبالتالي يقلل ضغط الدم وصليبة الشريين والأوعية الدموية ما يسهل تدفق الدم لعدة مناطق من الجسم يعز صحة الجنين والوقاية من التشوهات خاصة خلال الثلثة الأول من الحمد نظرا لغناه بمادة الفولاتة لمنع تشوهات الجهاز العصبية الفريز ونظورة البشرة يتميز الفريزة بغناه بحمض الآيلاجيك والذي يساعد في تفتيح لون البشرة وعلاج التصبغات الجلدية الناتجة عن التعرض للأشعة الفوق البنفسجية وذلك عن طريق تثبيت إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن المناطق الداكنة نظرا لغناه بفيتامين جيم وحمض الفهادروكسي وحمض السلسليك والفلافونيديد فهو فعل في تنظيف حبي الشباب وتقليل كمية الزيوت وإذا ازدادت نسبة هذه المادة في سوائل الجسم أعلى من الحد الطبيعية تتجمع وتتحول إلى كريستليات يصعب التخلص منها وتؤدر العديد من المشاكل الصحية وأهمها حصاء الكلية لذلك فالأشخاص الذين يعانون من حصف المرارة أو مشاكل صحية في الكلية كما ظهرت الدراسات أن مادة الأكسليات تؤثر على امتصاص الكاليسيوم في الجسم متابعين الكرام لو وصلتم لهذه الدقيقة من الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم كل إشعارات القناة سبحان الله والحمد الله والله أكبر ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة وقادمة ومعلومة جديدة على هذه القناة إذا كان في العمر بقية